اشتركوا في القناة بسحب ببهر الحين الكثيفة السحب من نوع العالي والمتوسط سينون الحرش باب شوية سحبة سوفلة هذا رجع للضباب والرطوبة لسواحة على البحر أبيض المتوسط تقدر تخلي الرؤية ضعيفة من جزء الظاهرة الظاهرة الظاباب ذاكي روح وأيضا بعد السحب تبقى على هذه المنطقة على الجنوب الشرقي بساعة تنقص الفعالية بينما على المناطق الوسطى وإذن الشرقية تكون ملبدة السماء بسحب من نوع العالي والمتوسط واشن في بداية الليل إن شاء الله والأحبار بي تكون بعض الأمطار تهم بعض الولايات الوسطى وخاصة الشرقية أمطار خفيفة على كل حال والباركة في القليل وأيضا بعد السحب تعبر على غرب البلاد وأيضا حتى تمت تحتها بعد المناطق الداخلية الشرقية على كل حال في الفترة الثانية تعليل الليلة اللي جاية تقدر تكون كولاد غيلمة كولاد سقهارة سطة عرفة عنابة سكيك داجي جيل بجيحة العاصمة سطيفق سمطينا ميناء أم البوغي كل هذه الولايات الجنوب الكبير من الهضب العليا إلى الجنوب الكبير عموم الحال شباب زوا بعملية دائما على السحرة الوصلة دراجة عدرية معتدلية لقوية محلية جزء لدرجة الحرارة ننتظروا هكذا الصباح إن شاء الله مع الفترة ننتظروا الدرجة السفر على الهضب العليا ما بين 7 إلى 9 درجات على المدن السحرية 10 بيعين صالح تندوف 11 درجة 13 بيت 2 زواطن وبرج بجي المختار 8 بيورغلا وأيضا مدينة وهرن جزء الظاهرة الظاهرة الحرارة تنخفت شوية كنقارنوها مع نهار تعليوم 18 درجة إلى 17 على المناطق الشمالية من عندها 17 19 في غردية وبرريين وأيضا منطقة بشار وقناتسا أيضا 21 بيت بني عباس 22 الكل من عين صالح عين صالح طامن رأسة واجان 25 برج بجي المختار و13 إلى 14 درجة على المناطق تعله هضب العليا من السطيف إلى النعامة أنجزل الملاحة والصيد للبحر للبحر ينود شوية لأنها مالغيوم التي تلحق خاصة بعد الظاهرة مع الصباح يكون شباب ينود ويولي شمال الشرق خاصة على السواحل الغربية ما بين السواحل إسبانية والسواحل الجزائرية 40 كم 30 على السواحل الوسطى 20 على السواحل الشرقية وشين يكون شمالي شمالي غربي نور 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 وست 60 كم ساعة وشمالي تماما هو اللي يجب أذلك السحابات اللي يقصوا مناطقها الشرقية والوسطى ويكونوا فيها العمطار الرؤية تكون هايلا من 4 إلى 8 أميال بحرية نعود لولور الصورة تعمل هذه الصورة تمثل القصور اللي ديين في هذه الولاية وهي مدينة ورق ولاية ورق صورة جميلة لأخرين ونختموها بالمعلومات الفلكية لتهم الجزائل هذا المتحف تعمل مدينة ورق متحف وي مدينة اللي ما فيهاش مكتبة ومتحف واحدا المرافيق الأخرى كما مساحات الخضرة ما يش مدينة متحف تعملية مدينة ورق يعبر على التاريخ تا هذه المنطقة وهذي قاعد كدليك بعد المنطقة بعد السمخة اللي ينصيبوهم والطيور كما ليه فلا موروز ويجو في هذه المنطقة خارج على ورقنا بصرح تابعين لولاية ورقنا لمدينة ورقنا خدوة إن شاء الله هنكون للهربعة ثلاثة في براير 2016 الشرق وغروب السمش على العاصمة وهو ضواحية وهذه العنوان في خدمتكم ربي دوم قصتكم والسلام عليكم